اشتركوا في القناة السؤال السادس كيف نقرأ النص الديني نحن بأيدينا نص ديني اعم من ان يكون هذا النص هو القرآن الكريم او النصوص الروائي لا يوجد عندنا وراء القرآن الكريم والنصوص الروائية نص ديني اخر نعم توجد وراء هذين الفكر الديني والفكر الديني فكر بشري مقيد غير مقدس متغير الى اخرين نحن ليس كلامنا الان في كيف نقرأ فكر الاخرين لعله اذا صارت مناسبة نشير الى ذلك ولكنه الان نحن بصدد ماذا بصدد كيف نقرأ النص الدين ما هي القراءة التي نعتقد انها صحيحة في عصرنا للنص الدين يتذكر العزة في مقدمة هذه الابحاث نحن هكذا قلنا قلنا مفاصل اصلاح الفكر الشيعي في كتاب مفاصل الاصلاح الفكر الشيعي هناك في صفحة ستة هكذا قلنا قلنا ولذا اكدنا في مختلف المناسبات اننا لا نحتاج الى شريعة جديدة لا نحتاج الى دين جديد لماذا لا نحتاج سالبة بانتفاء الموضوع لانه هذه هي الشريعة الخاتمة لما ثبت عندنا في علم الكلام انه توجد شريعة بعد هذه الشريعة او لا توجد هسا اذا انت جنابك اعتقدت توجد شريعة اخرى ذاك بحث اخر ولكن احنا دننطلق من هذا الاصط الموضوعي انه توجد شريعة اخرى او هذه الشريعة هي الشريعة الخاتمة اعزائي الان يأتي هذا السؤال كيف نقرأ هذه الشريعة وهذه المعارف الدين لانه مرة اخرى لا اقول كيف نقرأ هذا الدين نقرأ هذه الشريعة لان الدين ما هو الدين واحد ان الدين عند الله الاسلام لا نحتاج الى شريعة جديدة وانما نحتاج الى اراءة جديدة للنصوص الدينية لا لكلمات العلماء كلمات العلماء اصلا ساقطة عن حساباتنا مقصود ساقطة يعني ليست لها اي قدسية قد نستفيد منها وقد لا نستفيد منها لماذا لانه لم تثبت حجيتها عندي لا اقل هسا الذين ثبتت عندهم حجية كلمات الفقهاء او كلمات العلماء او كلمات المتكلمين او كلمات الفلاسفة هم احرار فقالوا الاجماع حجة موفقين ان شاء الله الشهرة حجة موفقين ان شاء الله ولكن هذا لا علاقة له بابحاثي قال وانما نحتاج الى قراءة جديدة للنصوص الدينية وتطبيقات جديدة نظرية وحدة المفهومة تعدد المصداق التفت محلو الان بحثيه في هذا اليوم في هذه القضية وآليات لتطور العملية الاجتهادية الاستنباطية فما هي تلك العلوم التي نحتاج إليها انت عندك مواقف موقف رسمي ما هو الموقف الرسمي ان هذه العلم الذي يسمونه بالاصطلاح علم الاصول بالقواعد التي نقحت من القرن الرابع والخامس الى يومنا هذا هذه هي الادوات التي نحتاجها في عملية الاستنباط في جميع المعارف الديني هذا رأيه ورأيه محترم ولكنه مقدس وغير مقدس لا حسيني ليس مقدس هذا رأيه من الآراء قد نوافق عليه وقد نختلف معه في عقيدتي اذا اردنا ان نفهم ما هي العلوم التي نحتاج اليها لا بد ان نرجع بذاكرتنا الى القرون الاربعة الاولى لو جئنا الى العقود الاولى في صدر الاسلام ماذا كان يوجد بأيد المسلمين وعلماء المسلمين ماذا كان يوجد بينهم يوجد بينهم قرآن ويوجد بينهم مجموعة من الروايات ويعملون بها اكو شيء اخر يعني في العقد الاول عقد الثاني عقد الثالث هالحدود عقد الرابع لا يوجد اكثر من ذلك ولهذا انتو عندما ترجعون الان الى العقود الاولى من صدر الاسلام اصلا لا تجد كتابا ذي بال من ذلك الزمان تجد كتابا تجد مؤلفا تجد تدوينا ابدا ابدا لا تجد ولكن من اوائل النصف الاول او ما بعد النصف الاول من القرن الاول الى القرن ماذا الرابع والخامس ماذا وجد يعني الان المؤلفات الموجودة بايدينا خلي اعدد لك علوم اللغة كم فرع يوجد تحت علوم اللغة ها من النحو والصرف والبلاغة والبيان والبديع وما شاء الله من العلوم مولانا هذن لها اثر في العقود الاولى من صدر الاسلام او ليس لها اثر ها حتى القرآن مولانا تنقيطه تحريكه الى اخره انما بدأ بعد ماذا بعد النصف الاول اليس كذلك تقولون ان الدؤلي سأل الامام امير المؤمنين هذه سنة ستين وسبعين من الهجرة احزان بعد ان سأل طبق هام تعالوا معنا الى علوم الشريعة علوم الشريعة تعالوا الى علوم العلوم الحديث الرجال التراجع الجرح والتعديل وعشرات العلوم هذن لها اثر ملانا في صدر الاسلام او لا توجد يوجد اثر لا عالم ولا كتاب وانما بدأت بعد القرن الاول قرن الثاني قرن الثالث قرن الرابع قرن الخامس ووجدت عشرات بل مئات العلوم الحديث اصلا مصادر الحديثية المصادر الحديثية متى تشكلت عزيزي من اوائل القرن من اواسط القرن الثاني وما بعد ذلك الفلسفات ملانا البحوث الفلسفية البحوث الكلامية البحوث المنطقية هذه كل هذه التأسيسات انما وجدت من خلال علماء المسلمين ولكن التفت جيدا الى هذه النقطة ولكن لا يذهب عن بالكم وجدت هذه وتطورت ببركة ببركة ترجمة علوم الامم السابق يعني كتب اليونانيين ترجمت الى العربية او لم تترجم كتب الفرس ترجمت الى اليونانية او لم تترجم وهذه دخلت في عمق فكر علماء جنو المسلمين وهؤلاء عندما كتبوا هذه العلوم يعني علم الاصول علم الحديث علم الجرح والتعديل علوم التفسير علوم القرآن الفلسفة الكلام اللغة الى عشرات العلوم الاولى كلها كانت من ابداعات افكارهم من غير ان يقرؤوا شيئا غير المصادر الدينية او كانت هناك كتب ترجمت اليهم قرؤوها ايضا اي من هما يكفيك ان تعرف المنطق الذي الان بايدينا منطق من عزل ها منطق اوروست عزل الفلسفة الموجودة بايدينا الان السيد الطباطبائي يقول لا اقل الان عندنا سبعمائة مسألة فلسفية ولكن الذي ترجم الينا من اليونان مائتين فلسفة فلسفية اذا جيد جدا علماء المسلمين يعني امثال الكندي والفارابي وبنسينا وهؤلاء عندما بدأوا الابحاث الفلسفية بدأوها على اي ارضية مولان على ارضية اسلامية ام ارضية يونانية ارضية يونانية اذا انا ما رد اقول انهم اجتروها فقط ونقلوها لا اثروا بها وتأثروا بها انا لا ارد اقول فقط ان هؤلاء كانوا ينقلوا كما يقول الان الغربيون او المستشرقون ان المسلمين لا توجد عندهم فلسفة كل الذي عندهم ترجم من اليونان لا ليس الامر كذلك كما تأثروا ماذا اثروا سؤال اذا عندما كانوا يريدون ان يقرؤوا النص الديني يعني القرآن الكريم والروايات كيف قرأوها ما هي الاليات التي استعملوها لقراءة النص الدين هذه مجموعة العلوم التفتو مجموعة العلوم من علوم القرآن الى علوم الحديث الى علوم اللغة الى علوم الكلام الى علوم الفلسفة الى 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 هذه كانت ادواتهم لفهم النص الدين اليس كذلك سنقرع مشوهد التاريخية هذا اولا وثانيا لا فقط هذه العلوم ما هي منابعها منابعها شيئان المنبع الاول العلوم التي ترجمت الينا المنبع الثاني اجتهادات علماء المسلمين اللي قد تصيب وقد تخطأ باي دليل بدليل هذا الاختلاف الشديد فيما بينهم وإلا فالنص الديني واحد او متعدد في النص الديني واحد لماذا هؤلاء عندما يريدون ان يفهموا النص الديني يقعون في هذا الاختلاف الشديد ما هو من شأه من شأه اجتهاداتهم ومن شأتهم هذه العلوم التي دخلت الي اجتهاداتهم الواضح صار اعزائي الاعز اللي يريدون للمطالعة فقط انا اشير الى بعض المصادر اعزائي حتى يراجع شوفوا اعزائي هذا الكتاب تحت عنوان تاريخ التراث العربي فؤاد سزقين تركي مولان يقع في 12 مجلد هذا بحث عن تاريخ العلوم متى بدأت وكيف تشكلت والى اين انتهت الى القرن الرابع والخامس الهجري في 12 مجلد مولان هذا الكتاب التلف مرتبط بماذا مولان تاريخ التراث الاسلام مرتبط بماذا بالعقائد والتصوف هذا مرتبط بماذا ها كيف تشكلت علوم اللغة هذا مرتبط بالعلوم الطبيعية تاريخ التراث الاسلامي السيميا الكيميا النبات الفلاحة مولان هذن مولانا الاربعة اجزاء مولانا او خمسة اجزاء مولانا مرتبطة بالشعر مولانا الشعر كيف وجده هذا الذي انتهت حسين الى انه كثير من هذا الشعر الذي بايدينا شعر جاهل وشعر ما هو منحول وضعه من هؤلاء ولكنه لانهم كان يعلمون بانه مثلا امر القيس كان كذا وكذا في البيت اذا نسب الى امر القيس يمشي او ما يمشي مولانا كما فعلوا في ابن عربي كما فعلوا في غيره وغيره والان موجود مولانا وهو ان الكتاب كان ينسب الى غير مؤلف حتى ينتشر في الآفة هذه هماتنا بامكان الاعزة يراجعون هاي الخمسة اجزاء مولانا اه خمسة اجزاء هذا مولانا في الفق مولانا كيف تكون الفق وكلها بعد القرن الاول هذا مولانا في التدوين التاريخي كتب التاريخ مولانا خصوصا ما يتعلقه بتاريخ السنة النبوية انا بيودي انه تروحون هناك وتقرؤون والان دراسات قيمة اكو في هذا المجال انه 80% 90% من هذا اللي يكتب في التاريخ النبوي سيرة النبوية ما هو منحول اعزائي موضوع لا اصل له لانه مكتوب في اواصل القرن الثاني لا اصل له لا لا مصدر له ولكنه لانه ابن هشام ثم ماذا ابن هشام لانه اليعقوبي ثم مات اليعقوبي لانه الطبري ثم مات الطبري هذه مولانا في التدوين التاريخي هذا مولانا في علوم القرآن وال حديث اذا علماء المسلمين وجزاهم الله الف الف اصلا مليون مليون خير مولانا عندما ارادوا ان يقرؤوا النص الدين ماذا فعلوا اولا التفتوا الى هذه نقرين اولا استندوا الى اجتهاداتهم فاسسوا القواعد والعلوم لفهم النص الديني وثانيا استغنوا عن تراث الانسانية الاخرين او لم يستغنوا ها لم يستغنوا مولانا الى هنا واضح عزائي سؤال الان انا جئت اريد ان اقرأ هذا النص الدين البس نفس نظارتي هؤلاء في القرون الثلاثة الاربع الاولى واقرأ النص الديني لو احتاج الى الية اخرى وهذه الالية ايضا تكون متقومة بشيئ عزيز شنو قولوا لي شنو اولا اجتهاداتنا ثانيا التراث ال ها لا تقول الغرب التراث الانساني هسا فليأتي من الغرب او يأتي من الشرق او يأتي من الهند او يأتي من الصين او يأتي من اي دولة من افريق مهم التراث الانساني لتقول هذه بدعة انت لم تقرأ التاريخ هذه القراءة الموجودة ايضا قامت على هذين الركنين اي ركن اعزائي اولا اسسوا مجموعة من القواعد باجتهاداتهم وبحسب متطلبات عصورهم اسسوا وثانيا فصلوا انفسهم عن تراث الانسانية ام استفادوا من تراث الانسانية اذا اعزائي والله اذا كنت مقلدا ايضا لا بد ان تقوم بهذا العمل اولا تؤسس تؤسس مجموعة من القواعد التي تناسب عصرك وثانيا ماذا تطلع على تراث الانسانية تطلع مو اقول تقلد تطلع وعلى اساسه تنتخب هذا زين او ماذا وانت في العلوم الطبيعية تفعل ذلك الان عندما في التكنولوجيا مولانا في التكنولوجيا وفي العلوم التكنولوجيا الحديثة انت تستفيد من تراثي او لا تستفيد من تراثه وهذه حياتك انظر اليها لماذا في العلوم الانسانية تريد ان تغلق الباب هسا تدعي تقول ده علوم انسانية اسلامية جيد ما مشكلة ولم تستطع ولن تستطيع لان هذه العلوم لا تتولد بيوم وضيحة بزرة كذا بزر يوجد بكبسولة تبلعها لا هذه تحتاج الى صيرورة تاريخية ما ادلوا واضح ولا الان تفهم العبارة مرة اخرى في لان البعض هاي العبارة لو كان ملتفتين كان عرف ومن هجنا ما هو قلنا نحتاج الى قراءة جديدة للنصوص الى ماذا بعد وآليات لتطور العملية الاجتهادية الاستنباطية ما ادلوا واضح صار ولا ما هي هذه الالية الى الان مساكين الطلب في الحوز العلمية يقرؤون يا الى 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 من يقرؤها الى الى القرن الثالث والرابع والخمس يقرؤون الى 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 الشافعي والغزالي والطوسي والمفيد والمرتضى الى غير ذلك ما هي آلياتكم انتم عندكم شيء اولا لا في الفقه لا في اللغة لا في الكلام لا في التفسير لا 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 الى غير هذا مثال واضح عزيز هذا مثال واضح في علوم القرآن بين وبين الله القدماء اشتغلوا هذا كتاب الزيادة والاحسان في علوم القرآن لمن لعقيل بن عقيل المكي المتوفى الف مية وخمسين هذا في عشر مجلدات حزيز اذا بيني وبين الله علماء نسابقين اشتغلوا او لم يشتغلوا اشتغلوا جيدا ولكن بمقتضى عصورهم انا الان اريد ان اقرأ هذا النص القرآن ما هي العلوم القرآن عندي هاي تدرسوني في الحوزات العلمية اي علوم قرآن ما القرون السابقة وكانت في زمانها حديثة اما في زماني صارت ماذا ها انتهى تأريخ الاستفادة منها لانها هذه العلوم علوم الهية مطلقة لبشرية مقيدة علوم بشرية مقيدة بزمانها بظروفها بثقافتها ونحو ذلك ما واضح الدعوة اللي اريد الدعيها ما هي اذا اعزائي هذا علم الاصول الموجود بأيدينا علم الرجال الموجود بأيدينا علم الكلام الموجود بأيدينا الفلسفة الموجودة بأيدينا العرفان الموجود بأيدينا وعدد ما تشاء هذه نقرأ واقول نعم ولكن كافية لازمة ولكن كافية او غير كافية غير كافية انت اقرأها افهمها ولكن لا تقتصر عليها لماذا لا نقتصر عليها اولا لانه نحن لنا اجتهادات المعاصرة وثانيا نحتاج الى ان نعرف ما هو تراث ال الاخر تراث الانسانية ماذا فعلوا انا وجدت ان هذه النكتة وين كان مو بهذه الساعة ولكن يخينا انها اما مقرر او شيء اخر هاي النكتة من الذين التفتوا اليها السيد السيستان مولانا في كتابه الراف لانه احنا عندما نجد شيئا جيد المولانا اطمئن نجن نذكره مع الاسف الشديد فقط ينظرون ذاك البعد السلبي ولا ينظرون الى البعد الايجاب وانتو انظروا الان في كل كتبنا مولانا مو مورد موردين احنا مستشدين ببعض كلمات السيد السيستان ولا يقول لقوا احدهم ولكن عندما ننقض شيئا اخر تقوم الدنيا ولا تقوم شوفوا هذا الرجل في كتابه الرافد الرافد في علم الاصول بقلم سيد مونير القطيفي هناك في صفحة عشرين قم اصتاعش مولان يقول ادوار الفكر الاصولي الدور الاول وهو موقف علماء الشيعة من المدارس الفكرية الاخرى ومن العلماء الشيعة المتأثرين بهذه المدارس يعني القرن الثالث والرابع الدور الثاني وهو عبارة عن الصراع الفكري بين المدرسة الاصولية والمدرسة الاخبارية بينكم وبين الله انت في القرن الثاني الشيعة موجودين لو ما موجودين علماء الشيعة موجودين اصلا في زمان النبي وزمان امير المؤمنين اكو اصول الاخبار مولانا من اين جاءتنا الاصولية والاخبارية في عصر من بدأت بشيخ الصدوق والشيخ الكليني والشيخ المفيد من اين بدأت بدأت بعاملين اولا اجتهاد هؤلاء وثانيا التأذر بفكر الاخر مولا الدور الثالث اليان محشا وهو عبارة عن المرحلة الفعلية التي نعيشها ان الفترة التي نعيشها الان بمقتضى العوامل الاقتصادية اذا يؤمن بالتاريخية سيد السيسان لو ما يؤمن والسياسية تمثل الصراع الحاد بين الثقافة الاسلامية والثقافات الاخرى على مختلف الاصعدة فلابد من تطوير علم الاصول وصياغة علم الاصول بالمستوى المناسب للوضع الحواري المعاش عجيب وقد ركزنا في بحوثنا على بعض الشذرات الفكرية التي تلتقي مع حركة التطوير لعلم الاصول كيف سيدنا استطورت من خلال الاستفادة من العلوم المختلفة قديمها ويعني العلوم الانسانية كالفلسفة وعلم القانون وعلم النفس وعلم الاجتماع ثم يذكر الحقل الفلسفي اولا ثم ملانا الحقل الاجتماعي والعلوم الاجتماعية ثانيا ثم الحق للمنطقي ثم الحق لللغوي ثم الحق للروائي ثم الحق وهكذا حقول مولانا يقول الذي يريد ان يقرأ النص الديني يكون مسلح بماذا ها وهي العلوم مالت المسلمين لمالت الغربيين مولانا ها وهنا واقعا اوجه خطابي لطلبة النجف مولانا اقول هذا الرجل عندكم الان وهذا رأيه اين العلوم الانسانية الحديثة في حوزة النجف اين دلون مولانا الدرس استاد مو انه يدرس اصلا مطلع عليها يعرف عنها شيئا اصلا يعرف اسماها هذا بعد بيني وبين الله الا 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 تقولون انه النجف تدار من مرجعية السيد السستاني قل لماذا فقط تدار ماليا قل تدار لابد ينبغي ان تدار مالا متأذرة بافكاري قال من افكار السيد السستاني لماذا في حوزة النجف الى الان لا اثر مو لا اثر لعلوم الانسانية الحديثة اساسا لا مجال لعلوم القرآن في الحوزة حتى العلوم القرآن القديم مولانا لا مجال للعرفان في حوزة النجف لا مجال للكلام في حوزة النجف لا مجال لعلوم اللغة في حوزة النجف لا يوجد شيء. كل ما يوجد ماذا يوجد? ها? ها? يا ريت فقه اصول عزيزي. يا ريت فقه موجود. انت لا تجد في الفقه الا كتاب الطهارة كتاب الحج. كتاب الصلاة كتاب الحج. كتاب المكاسب وكأن الفقه ما هو? فقط كتاب الحج ملانا. فقط كتاب الحج. حتى يبقى فيه الا 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 والطالب مولانا عشرين سنة مسكين مولان اذا اعزائي واقعا انا انما طرحت هذا اللي بعلنوا هذه الابحاث اذا انا كنت اطرحها في الدروس الرسمية كان نقول سيدنا هذه الابحاث شنو علاقتنا ولهذا احنا انطيناها في عنوان في تجديد الفكر الديني يا اعزائي هذه هذه اعلامكم هكذا يقولون ان علم الاصول لابد ان يكون معاصرا هذا علم الاصول الموجود لا يفي بعد بالقراءة المعاصرة الان انا عندي ربع ساعة وعشرين دقيقة فقط اريد ابين لك الان اساسا لا اثر لهذه المسائل في العلوم القديمة الى قبل قرن او قرنين اعزائي خلي ذهنك يمي اعزائي خلي ذهنكم واقعا يمي ما هي اركان النص الديني النص الديني يقوم على اركان ثلاثة اعزائي الاول النص النص المكتوب هذا النص شنو نص مكتوب وعندك كتب الحديث نص شنو مكتوب هذا هو الركن الاول هس هنا لابد ان نبحث هذا الذي دون كنص قرآني او كنص روائي كيف جمعه كيفية جمعه ما هي العوامل اتدخلت ماذا في جمعه كنص قرآني كنص ماذا روائي لانه كلها لها اثر في فهمي النص وعندما سنطبق ستجرون الان ما راح ادخل الركن الثاني المؤلف هذا القائل او مؤلف النص قرآنيا كان او ماذا حديثيا هل هو وجود مطلق محيط بكل شيء او انسان مثلي ومثلك يا همي هس بعد ذلك ابين ما هو الاثر واذا فرضنا انه انسان كما في النص الروائي هل هو انسان معصوم او انسان ماذا غير معصوم حتى بالنص القرآني كذلك يعني هذا النص القرآني هل الفاظه من الله او الفاظه ممن من النبي هل تلقاه في حالة اليقضى ام رآه ماذا في حالة النوم اليس بعض المفكرين المعاصرين الان يقولون بان هذه مجموعة ماهي رآه رآها وعندما استيقظ او خرج ما رجع ماري يقولون استيقظه لانه هو عم يرى من هذا وعندما رجع الى حالته الطبيعية بيّن ما رآه لو عبر عما رآه يا همين لانه اذا قلنا التقى مع شخص او موجود فالان يبين ماذا ما سمعه من امين الوحي اما اذا رآه رؤية يعني كرؤية ها يوسف او كرؤية ابراهيم عندما يأتي التفي جيدا عندما يأتي يبين ويفسر كلامه لو يعبر عن كلامه يحتاج رؤياه الى تعبير لو الى تفسير تعبير يحتاج وقد يكون التعبير ليس مطابقا مع ماذا ها مع الرؤية للرؤية شنو في سورة يوسف للرؤية تعبرون فهذا الذي خرج من فم النبي هذا تأويل رؤياي ما هذا الواضح او لا اذا النص القرآني لابد ان يفهم حقيقة الركن الثاني هل هو الركن الثاني قلنا مؤلف الناس مؤلف الناس طبعا هذه بعض الابحاث مرتبطة بالركن الاول الذي نص الان في المؤلف وهو انه مطلق او مقيد واذا كان مقيد مقيد معصوم او مقيد غير معصوم تقول سيدنا ما هو الاثر اقول اذا كان معصوما اذا كل ما يقوله مطابق لماذا للواقع اما اذا غير معصوم يكون متأثرا بي شنو بظروفه وثقافة عصره ومجتمعه وعلوم مجتمعه فقد تكون مطابقا للواقع وقد تكون ماذا مخالفا هذا الركن الثاني اعزائي الركن الثالث وهو المتلقي للنص انا هو انت لانه هذا النص القرآني يخاطبني او لا يخاطبني يا ايها الناس اذا انت يخاطبني او لا يخاطبني اذا ما هي الشروط المتلقي المتلقي لمن للنص القارئ لمن للنص سؤال هل يحتاج ان يتسلح بالعلوم ليقرأ الناس او لا يحتاج الى اي علم تاريخيا ماذا حصل للمسلمين تسلحوا بعشرات العلوم حتى يفهموا هذا النص القرآني او يفهموا الحديث النبوية او الولوية علوم الحديث لاي غرض حتى يفهموا النصوص الروائية ما هي العلوم التي احتاج اليها انا لفهم هذا النص هاي الاركان الثلاثة لاي نص ديني النص المؤلف المتلقي او القارئ لذلك النص العلاقة ما هي العلاقة بين هذه الاركان الثلاثة النص المؤلف القارئ هذه الدلالة هذا القرآن لكل لفظ من الفاظه ولكل جمل من جمله ولكل آية من آياته له معنى واحد او فيه عشرات المعاني بل مئات المعاني الى قيام الساعة ياهو ماذا تقول ها الجواب هذا من الرأي الرسمي الرأي الرسمي يقول شن له معنى واحد اما تصيبه واما ماذا تخطئه انت لابد في هاي النظريات الحديثة عزيزي لا علاقة الاصل في كلمات القدماء لا يوجد ان النص القرآني نص منفتح تعدد الدلالة له منغلق شنو الدلالة ياهو من اين هذا وين موجود في كتاب علم الاصول مولا لا يوجد ابدا بل يوجد اصرار على انه له ما هو معنى واحد اما ان تصيبه اما هذا تعدد الدلالة مغلق هذا الباب هذا مرتبط بالنص بالمؤلف هل ان معرفة المؤلف لها تأثير على فهم الناس او ليس لها تأثير انت هذا البحث لا تجده ابدا في اي كتاب اصولي أصوليين أن معرفة المؤلف لها أثر لفهم الناس أو ليس لها أثر وهذا الذي هو معروف بسلطة المؤلف أو موت المؤلف يعني أنا عندما أريد أقرأ النص أنظر إلى المؤلف من هو كقرين متصل له أغض الطرف عن المؤلف ياهو منين ماذا تقوله إذا غضط الطرف على المؤلف فتقول هاي الآية هنا أنا مناقضة هاي للآية هناك لأن القرآن مرة يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكله بكم وفي آية أخرى يقول ماذا الله يتوفى الأنفس تضاد بناء أو لا يوجد فالله يتوفى له ملك الموت قل لا يمكن الله ملك الموت صحيح فإذا غضط الطرف عن المؤلف ماذا تقول يوجد في القرآن تناقض أما إذا نظرت إلى أن المؤلف من هو هو الله تقول لابد أنه يوجد وجه جمع بين ماذا بين هذه الآية وبين تلك الآية ولهذا أنت في باب التعارض في علم الأصول تقول تناقض الإمام الصادق مع الإمام الجواد أو لا تقول تقول أو لا تقول لماذا لا تقول لأنه معتقد أن المؤلف معصوم ولا يتناقض إذن لابد أن أجمع بين كلماتهم أما إذا صار المؤلف غير معصوم وهذه فتوى الإمام الصادق وهذه فتوى الإمام الجواد وهذا معروف بنظرية سلطة المؤلف أو موت المؤلف ما عندما تريد أن تقرأ النص هل تنظر إلى المؤلف أو لا تنظر إلى المؤلف البحث الآخر هذه كلها أبحاث جديدة طرحت بأوسع ما يمكن في هذه المئة السنة أو المئتين سنة الأخيرة سلطة القارئ أم سلطة النص أي منهما أم سلطة المؤلف شوفوا الآن عندنا فهم القارئ وعندنا النص وعندنا ماذا المؤلف أيهما هو المعيار فهم القارئ للناس للمؤلف هذا المعروف بسلطة النص على نفسه أو سلطة القارئ أو سلطة من؟ المؤلف أي منه قبل هذا كله وهو كلنا نحن دعنا نتكلم عن كيف نفهم النص هو نفس الفهم ما هو الفهم شوفوا مرة تجعله وسيلة لفهم النص الديني فالفهم ماذا يصير؟ موضوع لوسيلة ياه منه؟ أنت عندما تقرأ القرآن تقول أريد أن أفهم النص القرآني فعقلك وفهمك ماذا يكون؟ وسيلتك وآلتك لفهم النص لا مرة تجعل نفس الفهم موضوعا لفهمه ما هي قوانين الفهم الإنساني؟ هل الفهم الإنساني كموضوع؟ لا الفهم الإنساني ماذا؟ كوسيلة وآلية لفهم الغير الفهم الإنساني كموضوع للبحث هل يستطيع الإنسان أن يفهمه التفت من قوانين الفهم الإنساني يفهم المطلق أو كل ما فهمه دائما مقيد أي منهم؟ ماذا تقول؟ ما أدري واضح؟ أخو إذا لازم هذا تقول اشتماع النقيضين ينصر مقيد قعد خمسين مشكلة معرفية توجد ولذا قبل كل شيء أنت لابد أن تبحث عن قوانين ماذا؟ مو قوانين فهم النص القرآني قوانين الفهم نفسه حتى من خلال القوانين تفهم ماذا؟ النص القرآني ما أدري واضحي ولا أعجزي ولذا أنتوا تجدون من كتب جيدة في هذا المجال شوفوا عنوانه هويلة طيب شو اسم الكتاب؟ فهم الفهم مو فهم القرآن متفسير القرآن متأويل القرآن فهم الفهم تأويل الفهم تفسير عملية الفهم هذا نوعين موجودات مولانا في كتب علم الوصول موجودة وغير موجودة تقول لماذا لم يعرضوا له؟ الجواب لأنه هذا مقتضى بشرية الإنسان هذا مقتضى بشرية الإنسان أعزاء أليس كذلك؟ هذا مقتضى البشرية ليس أكثر من هذا لا تتوقع من الشيخ المفيد لا تتوقع من الشيخ الأنصاري لا تتوقع من السيد الخوئي لا تتوقع من السيد الصدر مع أنه سيد الصدر قبل الآن لا يتجاوز جيد مولان أربعين سنة؟ خمسين سنة؟ ولكن هذه العلوم كانت مطروحة في الغرب ولكن كانت واصلة إلينا أو لم تصل بعده وإذا مواصلة طالعناها أو لم يطالعها كما لا في حوزاتنا العلمية يطالعون أو لا يطالعون؟ لا يطالعون ولذا أنتوا تجدون أعزائي؟ التفتولي جيدة؟ التفتولي جيدة؟ أنا فقط أشير إلى بعض الكتب مولانا شوفوا عزائي نقد النص نقد النص يعني شنو نقد النص؟ يعني ما هي الآليات التي خلالها نستطيع أن نفع ماذا؟ أي نص على حرب مولان مفهوم النص من هو؟ نصر حامل أبو زيد أنا ركزت على ثلاثة أربع مو أكثر يعني على أبو زيد وعلى أرقون وعلى الجابري وعلى أحمد محمد خلف الله لا أريد أن أقول صحيحة أبداً أريد أن أقول لابد أن تتخذ موقف إذاها كما أنه في بحث فق المرأة نحن ماذا قلنا؟ قلنا لابد أن نتخذ موقف إذا نظرية التطور الداروينيين النص السلطة الحقيقة أي مهم؟ هل يمكن الوصول إلى الحقيقة أو لا يمكن؟ السلطة للناس للقارئ للمؤلف لمن؟ ولهذا الآن بعض النظريات ماذا تقول؟ تقول موت المؤلف أنا لا علاقة لي المؤلف منه أنا والنص أصلاً بعضهم وصلوا إلى نتيجة قالوا أن أي نص بعد أن يؤلفه مؤلفه لا معنى له أنا أعطيه ماذا؟ معنى أنا أخلق معناه مو أنه له معنى أنا أكتشف ماذا؟ معنى ما قادر أوصل المطلب إلى الأعزة؟ تعالوا معنا أعزائي هذه الآن في الدراسات وأنصح الأعزة إذا ما عندهم وقد يطالعون هذا الكتاب لا بد يطالعوه نظرية النص أصلاً الآن أكون نظرية أنه النص كيف يفهم بأي آلية بالنظرية التفكيكية بالنظرية التأويلية بالنظرية الرمزية سيمولوجي أنه أساساً النص هذا يتكلم عن رموزه يتكلم عن حقاق أي منهما؟ نقدل خطاب الديني سلطة الناس مو سلطة من؟ مو سلطة المؤلف ولا سلطة القارئ أنت أعزائي تدخل إلى النص القرآني لابد تتخلج له موقف تقولي أنا أسير بهذا الاتجاه كما نوفي الآن في العلم العصول التقليدي الكلاسيكي يمكن أن تدخل إلى النص القرآني وأنت بعد لم تبحث أن الظهور القرآني حجة وليس بحجة يمكن لا يمكن لا يمكن لأنه ما يصر في النتيجة ظاهر القرآن حجة وليس بحجة إذا حجة يمكن الاستماع إذا ليس بحجة خبر الواحد حجة وليس بحجة اجمع وهكذا مولانا السلطة لمن لمؤلف النص اذا كل معرفتك لابد ان تنصب على من ها على من على المؤلف لو على النص قولوا معي على من على المؤلف حتى تستطيع ان تفهم النص هاي الروايات اللي بأيدينا ملانا من المؤلف الى ها اما اما شوش قد فرق انه تقول هذا النص اللي موجود في الكافي المؤلف الامام المعصوم لو المؤلف منه الرواب الاغايون في علم الاصول ملتفتين لو ما ملتفتين اقول ابدا ان روايات الشريف خلو مع انه هي امو روايات الشريف ابدا ملانا هذي تأليف منه ملانا تعليف الجمال والطحان والبقال الى اخر ملانا اقراه ملانا بعدش قلت عندك روايات عن من ها عن صفوان الجمال بعدش نخوض الا ان تثبت لي انه صفوان الجمال نقل بالحرف وبالكلمة وباللفظ بلا تقديم وتأخير نص من نص الامام المعصوم عند ذلك اتعامل مع هذا مؤلفه من الامام المعصوم اما الان اتعامل معه بعنوان انه من مؤلفه ها صفوان الجمال عد انا لابد اروح اذهب الى صفوان الجمال لاعرف مستوى العلم يجينو اعز قليش قد يفهم هذا الرجل فاذا تبين عالم اقول يقينا ستين سبعين بالمئة نقل اشنو النقل بالمعنى ما له ما هو معتبر اما اذا تبين انسان عادي ملانا ها مثل انا بحوث الخارج العميقة ملانا في اي علم من علوم المعرفة عرفان فلسفة تفسير فقه اصول في الحوزة واحد ملانا سايق تكزي ملانا مع كل احترام منهم يدخل يقول تبرك انا اردى قعد هنا ويخرج يقول تدرون اليوم الاستاذ شنو قال قال له شنو قال قال احنا كل شيء الله ملان تقول لهوين شيء قال 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 بلي قال وحدة وجود شخصية كل شيء ماكو غير الله ملان خلص فاذا انا شخصية اصر الله اما اسأل في الواحد طالب عشرين سانا حاضر في بحث الوحدة الوجود يقول ابدا مهشك قال الاستاذ ولكن لانه انت لهذا سام على ذاك ولكن جاي جاي الكلام وين جاي جاي في الكاف الشريف فاذا جاي في الكاف الشريف بعد شنو نص مقدس فنظرت اليه بانه مؤلف مقدس ما ادري واضح المنهج ولهذا انا من قال لك انا لا اقبل النص الحديثي جزما اقبله ولكن هذا الذي بيد يعد شبه شنو نصداقية هذا مو نص الحديث هذا تأليفه ممن ها تأليفه الراوي فاذا كان الراويه مشكوك الصدق والكذب اصلا لا اعلم انه ودي يصدق او يكذب مو انه ودي يصدق ولكن نقل بالمعنى وهكذا احاديث النبي اشقد علماء الصحابة ها ما يتجاوزون عشر ومستعش علماء كانوا من الصحابة والباقي عموم الصحابة اللي يتجاوزون الف حدود المائتين وخمسين صحابي نقلوا الروايات هذولا كانوا عموم الناس عموم الصحابة اذا هذا حديث النبوي مؤلفه النبي لو مؤلفه الصحابي ما ادري واضح يا ولا هاي الابحاث عشرات الكتب انتشجايب حتى انه اشير الى بعض مقاتل لعله ان شاء الله الى يوم السبت القادم لانه بالاسبوع صار حلقتين ويوم الاثنين مولانا صار باذن الله تعالى هاي الابحاث وبعض الاضافات او كذا باللغة الفارسية اللي اعتدوني يستفيدون باللغة الفارسية غدا ان شاء الله باللغة الفارسية والحمد لله رب العالمين